اشتركوا في القناة اه يعني النهاردة هنتكلم على موضوع يهم الناس كتيرة جدا 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 احنا بنتكلم على عمليات تجميل الانف والانف او اي شغل في الوجه والوش بتبقى الدنيا شوية صعبة والدنيا شوية الناس بركزة فيها قوي ومترددة جدا ازاي هنعملها شكلها هيبقى ازاي في اسئلة كتيرة بتيجي في دماغ اي حد عايز يعمل عملية تجميل الانف وتجميل الانف احنا قلنا ان هي من اهم عملية تجميل وادقها وفيها حاجات تفاصيل كتيرة جدا جدا احنا نتكلم عليها في الحلقة اي حد له استفسار له سؤال عن اي حاجة تخص جراحة التجميل سواء كان عمل تجميل الانف او حتى ناحة الدهون تجميل السادي اي مشكلة على جراحة التجميل ان شاء الله لو اتصلتوا بينا نرجو ان تلاقوا عندنا الاجابة الوافية طيب وحنا نتكلم علي تجميل الانف لازم نعمل شوية تقسيمات كده اه مين هيعملها هيعملها ازاي هعملها امتى نوع التخدير اه الفتحات فين اه وش هيبقى شكله ازاي مناخيرها هيبقى شكلها ازاي مين اللي محتاج يعمل عملية تجميل الانف هل تجميل الانف دي ضرورة ولا رفاهية يعني الناس بتعملها على اساس انها هي حاجة كده نترفع بيها ويبقى شكل حلو وشبه الممثلة فلانية او الممثلة العينية ولا القصة كلها ان انا فعلا عندي مشكلة وعندي دفو وعندي كاركتر وشكل مناخيري هيبقى شكلها ازاي هعرف اعملها ازاي هيبقى شكلها ازاي بعد العملية ايه الانسب ليه اسئلة كثيرة جدا بنتسئلها خصوصا في جراحة الانف لان يعني واحنا بنتكلم عن جراحة الانف شوية الناس يعني بتبقى متخوفة جدا لان انت دي حاجة يعني اللي عاملة نحت دهون او عاملة شد بطن او عاملة حتى تكبير ثادي او تصغير ثادي كل ده تحت الهدوم الدنيا مستخبية تحت الهدوم لكن فيه تجميل الانف اللي جاي واللي رايح واي حد في الدنيا اول حاجة حيشوفها حيشوف العملية الناس كثيرة كمان بتتخوف ايه ده هو الناس هتعرف ان انا عاملة عاملة تجميل الانف طب هو رد فعل الناس ايه حيعمل ايه حيتريقوا عليها حينبستوا مني حاجات كثيرة جدا بنسألها مين اللي يعمل عملية تجميل الانف ده اول سؤال نسأله مين السيدة او الراجل اللي هيعمل عملية تجميل الانف هو هكى لو اي حاجة في تجميل الانف في ديفو أو في مشكلة في تجميل الأنف في مشكلة بشكل الأنف أو في وظيفة الأنف غالباً هنحتاج عملية تجميل الأنف كمان تجميل الأنف في مشكلة كبيرة جداً إن احنا يعني في الأغلب الأعمل لو في مشكلة في الأنف في مشكلة في وظيفة الأنف في التنفس في صعوبة في التنفس ساعات ببقى فيه شوية خنفان كده او يعني ساموه نوزي كده صوت نوزي او اللي هو يعني فيه خنفان مش عارف ايه اسمها التاني يعني تنفس فيه مشكلة فيه الشم حاسة الشم فيه مشاكل كتيرة بتطلع مع شكل الانف لان الشكل دايما بيقدي وظيفة يعني لازم نبقى عارفين ان مش بس ربنا لما خلق الشكل بمقاييس ومقاسات واشكال معينة عشان تقدي وظيفة معينة فلو الشكل اختلف الوظيفة دي هتختلف رد فعل طبيعي جدا 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 يعني لو ربنا خلق اليد زي بسبع صوابع هتقدي وظيفة وخلقها بخمس صوابع عشان تقدي وظيفة معينة بشكل معينة فلا مفروض ايدينا تبقى سبع صوابع ولا تبقى ثلاث صوابع هي ربنا خلق خمسة فلازم تبقى خمسة عشان تقدي وظيفتها بالشكل اللي احنا شايفينه وعارفينه كذلك الانف ليها مقاييس ليها حدود ليها اشكال اول ما توصل للشكل الايديال او الشكل المزبوط على شكل والشك خلاص بتقدي الوظيفة بشكل جيد جدا تمام ايه بقى شكل الانف الانف دي بقى شكلها ازاي يعني هل زي ما بتجيلي ستة كتير جدا في المستشفى عندي وتقول لي لا انا عايزة اخلي مناخيري وتطلع لي صور من الانترنت وممثلات او حتى صور موديلز او اي حاجة وتقولي انا احب قوي المناخير دي انا عايزة مناخيري تبقى كده طبعا ده صعب جدا او مش وقاعي يعني ممكن يكون سهل ممكن يكون مناسب لها فعلا وزي مش وقاعي اللي وقاعي ان احنا بناخد مقاسات للوجه بناخد مقاسات وشها هي وش الست اللي جاي عايزة تعمل تجميل الانف نشوف مقاسات وشها ازاي نسب وشها ازاي ونطبق عليها النسب الصحيحة اللي مفروض تكون عليها في الانف ايه بقى النسب الصحيحة للانف احنا قلنا ان هي تلت الوش بالطول خمس الوش بالعرض ده ما كانها لما ناخد عرض الوش كده ناخد صورة ونقسم الوش خمس اجزاء الخمس الاوسط ده مفروض يكون الانف ولما ناخد صورة بنفس الصورة نقسم الوش بالطول لتلت اجزاء هي لازم تكون الجزء التلت الاوسط لو هي اكتر من التلتة او اقل من الخمس او اكتر هنا هيبقى فيه انحراف في مقاسات الانف لازم نرجعها لاصلة كمان لازم الانف ما تخرجش حجمها او عرضها من ما بين فتحة العين الداخلية وفتحة الفم الخارجية يعني حدود الفم من برا وحدود العين من جوه هي مفروض لو رسمنا خطين مستقيمين خباك من من داخل العين لغاية خارج الفم مفروض الانف ما تخرجش برا الخط ده كمان من البروفايل او من الزاوية الجانبية لازم تبقى شوية الانف للسيدات هنتكلم على السيدات الاول لازم تبقى الزاوية ما بين الانف والشفة في السيدات اكتر من تسعين يعني خمسة وتسعين مية او مية وخمسة حد اقصى ما تبقاش مرفوعة اوي برضو وبقى تبقى مرفوعة بس بدرجة قليلة جدا ولازم يكون الخط ما بين الداخلي ده خط مستقيم يعني فيه مقاسات كتيرة جدا بنقدر ناخدها والنسب مفروض ان هي تكون تلاتة من تحت الاربعة وخمسة من وراء خباك بحيث ان احنا في الاخر نوصل لشكل المسلس اللي غالبا بتبقى الزاوية قايمة اوي اعلم زاوية قايمة لكن في الرجال مقبول زاوية قايمة يعني لو في الرجال زاوية تسعين ما فيش مشكلة ما بين الشفة والانف ما فيش مشكلة مقبولة جدا لكن في السيدات لازم تكون أكتر من 90 يعني لازم تكون الأنف مرفوع عشوية الفو كمان فيه ده بالنسبة للشكل الخارج للشكل الداخلي لازم يكون الأنف محدد من النص يعني فيه سلاح كده في النص باين التب أو مقدمة الأنف لازم تكون لها شكل محدد لازم تكون محددة ممكن تكون مقسومة نصين وممكن تكون قطعة واحدة لكن لازم تكون محددة ووضحة التحديد ما تبقاش الأنف عريض لما نبص على الأنف من تحت كمان لازم نشوف شكل مسلس ما تبقاش نشوف شكل مربع أو مستطيل أو عريضة من فوق أو الشكل ده لازم يكون شكل الأنف كده من تحت اللي هو المسلس بالظبط كل دي تفاصيل فتحات بقى وفتحات مين بقى اللي يحتاجي يعمل العملية أولا فيه ناس أولا عندها هيبخي القيام يعني عنده حاجة اسمها الأنف الأرنبية زي الشفة الأرنبية دي بتبقى عندها مشكلة بتكوين الأنف حقيقة مشكلة كبيرة جدا ودي الحالة الوحيدة اللي ممكن نتدخل فيها قبل سن 18 سنة إن لو فيه عيب خلقي في فتحات الأنف فيه فتحة مش موجودة أو الدنيا مش موجودة ممكن نعمل تصليح مبدئي للحالة ونكمل بعد سن 18 سنة إن شاء الله لما تكمل لكن عشان تبتدي تعيش حياتها بشكل طبيعي ساعة بتندخل عند سن صغير جدا يمكن أقل من خمس سنين كمان عشان تعرف تتنفس وتعيش بشكل حقيقة ده في حاجة اسمها الأنف الأرنبية ودي حاجات حالات قليلة جدا ومش هادي موضوع الحلقة بشكل أساسي احنا بنتكلم على تجميل الأنف إزاي نخلي شكل الأنف جميل طب مين تاني يقدر نتدخل فيه نقدر نتدخل فيه في البنات أو السيدات اللي فيهم نسبة انحراف عن الأيدل أو عن المزبوط أكتر من 15% من 10% إلى 15% يعني مش معقولة تكون الأنف جميلة وما فيش فيها مشكلة وفيها حاجة صغيرة خالص كده بتقول لي لا أنا عايزة أعمل لها مين اللي هنعمل لها حتى لو 10% أو أقل البابليك فيجر اللي احنا نقلع لهم البابليك فيجر اللي هي شغلها لوش مزيعة ممثلة حد من كبار رجال الدولة حد كده له من عائلة ملاكية حاجة كده ناس بتظهر في البابليك فيجر أو في الأماكن العامة والشهة حيمثل مشكلة ضخمة بالنسبة لها ولذلك دايماً احنا بنخلي بالنا إن احنا ما نعملش أي حاجة اللي أقل من 10% دول هم دول أقل من 10% لكن الناس الطبيعية العاديين لو 10% 15% دبقى مسموح إن احنا نكمل حياتنا من غير ما نعمل عمليات لكن لو أكتر من 15% لازم تعمل عملية لأن زي الأنف المعكوف أو الأنف اللي نازل لتحت كده الأنف طويل جداً أو عريض أو في مشكلة في المقدمة بتاعته وفي مشاكل كتيرة أو في عوجاج في الحاجة زي الأنفي نفسها مخنوق أو تعرضت لحادث ودي بتحصل كتير جداً فيه مش في السيدات بقى في الرجال أكتر في لعابة البوكس أو لعابة الكورة يعني أي ألعاب ممكن يحصل فيها كسر في الأنف واحدة تعرضت لحادث حد خناء أو حد أخد بوكس فوش وكسر له مناخيره فيه حاجات كتيرة جداً بتخلي الأنف كسر هو بك وساعتها لازم نتدخل فحالات كسر الأنف التدخل لازم يكون فوري فوري يعني بمعنى فوري لازم نعدل الكلام ده فوراً ونحصل على شكل جيد ونرجحها الأول لوضعها الحالي وبعد كده لو في مشكلة نعمل عمليات تجميل لكن الحقيقة في معظم الحالات الناس بتتكاسل عن العلاج الفوري للأنف وبتخاف تخش قط العمليات عشان تصلح الأنف فبتسيبها لغاية لما الأنف تتعوج أو يطلع فيها عظمة كبيرة أو يبقى شكلها تغير وبعد كده بتضطر تعمل أو تلجأ ليه جراحات التجميل ده مين اللي هيعمل هم دول مين اللي هيعمل مين اللي محتاج يعمل أهم حاجة وانت بتقرري أو انت بتقرر جراحة تجميل الأنف ما تبقاش متردد ما تبقاش خايف ما تبقاش ألقان لأن انت الحقيقة هتعمل حاجة يعني هتغير حياتك هتغير شكلك وباك خد التفاصيل كلها واعرف كل حاجة عن تجميل الأنف قبل ما تعمل عملية هنعملها بقى بتخدير موضعي أو تخدير كلي أو هنعرف ايه في التفاصيل كل ده هنعرفه بس بعد هذا الفصل أهلا وسهلا بيكم من جديد ولسه بنتكلم على عمليات تجميل الأنف إحنا كلمنا في الجزء الأول من اللي يعمل عملية تجميل الأنف إزاي يعني يختار إزاي يعرف إنه محتاج يعمل عملية تجميل الأنف نخش بقى في إز يعني أنت تخضيت وخفت ومترددت وعالين لازم تخش على الخطوة بقى جاية لها تروح تعرض نفسك على جراح تجميل نمرة واحد لازم تبقى متخيل إيه المشكلة اللي في الأنف عندك هل في عظم زيادة في غضريف زيادة في لحم زيادة شكلها إيه إيه المشكلة وتبقى متخيل هتبقى شكلها إيه بعد العملية دي من أهم المميزات وأهم الحاجات اللي لازم تشوفها إن الدكتور يوريك تقريبا وأنا بتكلم على تقريبا مش أكيد مش هي هي بالزبط بس تقريبا هيبقى شكلك إزاي أو شكلك إزاي بعد الجراح النقطة دي مهمة جدا وناس كتيرة ما تبقاش متخيلها شكل والشاه هيبقى شكله إزاي بعد ما تعمل عملية تجميل الأنف هل ملاماحة تتغير لأن فعلا ملاماحة تتغير النسب كلها بتتغير نسبة الأنف للخدود للشفايف للعينين كل دي نسب بتتغير من أول ما بنعمل عملية تجميل الأنف فلازم الواحد يكون متخيل شكله إن في ناس كتيرة تقولك لأ أنا مكنتش متخيل إن أنا هتغير كده الشكل عيبقى متغير كده لكن وفي ناس هتبقى سعيدة جدا لما تشوفها والصور اللي إحنا بطلعها بالكمبيوتر هي غالبا بتبقى صور تقريبية مش صور يعني بنسبة مية في المية لكن هي صور تقريبية لشكل الوجه والتفاصيل مع الأنف بشكلية ساعات كمان بتبقى الناس جاية فاكرة إن المشكلة مثلا في الأنف وتكونش مشكلة في الأنف تكون مشكلة في مثلا عرض الخدود أو في دقنها دخل الجوة أو في الشفايف أو في النسب في حاجات كتيرة ممكن نغيرها تلاقي الأنف بقت بالنسبة لها لو واحدة خاسة قوي وحاسة مناخرها يعني واخدة نصف الشهة كده خباك لكن بمجرد ما تملى والشهة يملى واخدودها تملى تلاقي النسبة بقت جميلة جدا وبقت الأنف مناسبة جدا لها خباك متبقاش محتاجة تعمل عملية تجميل الأنف يبقى دوبك محتاجة تزود الخدود بحقنتين فيلر ولا حاجة تخلي شكل الخدود أحلى ونسبة الأنف بالنسبة لها أحلى في ناس كتيرة تبقى الأنف راجع الورا خالص فحاسة إن الأنف طالع الأدام خالص لكن لو عدلنا النسبة دي ورجعنا الدقن المكان ها قدام بعن طريق برضو حقم فيلر أو ساليكون خباك وزبطنا نسب الوجه هتبقى شكل الأنف طبيعية وجميلة يعني مش الرؤية دايما عند جراحة تجميل مش إن احنا هنعمل إيه في الأنف وخلاص لأ ده أنا لما هغير الأنف دي بقية تفاصيل الوجه حيبقى شكلها إزاي الشفاف هتبقى رفيعة الشفة الفقنية هتوسع المنطقة اللي ما بين الشفة والأنف حتوسع حيبقى شكلها إزاي الدقنة حيبقى شكلها إزاي الخدود حيبقى شكلها لإن القصة كلها مرتبطة ببعضها عنيكي بالأنف بالخدود بالشفاف كله 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 نسب مطربطة جدا 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 عشان كده بمجرد ما بنزبط حتة يعني لازم يكون عندنا رؤية شاملة للمنظر العام حيبقى شكله ازاي بعد ما نعمل العمل طيب يعني الخطوة بقى اللي بعديها ان احنا عرفنا وعرفنا حنعمل ايه وتخيلنا شكل الانف ايه المشاكل اللي موجودة في الانف الانف هو يعني عضو من اعضاء الجسم مهم جدا عبارة عن شكلا يعني مش هنتكلم على وظيفه جوه والخلال الجوه والبتاعنا من شكلا بيتكون من جزء عظمي فوق وجزء غضروفي مكون من مجموعة من ازواج الغضاريف ثلاث ازواج من الغضاريف موجودة في الجزء السفلي للانف هي اللي بتشاكل الانف وغضروف رئيسي بيشيل الانف كلها في النص اسمه الحاجز الانفي خباك ده الغضروف الرئيسي اللي بيشيل الانف كلها خباك وهذا الجزء مغطى بدهون او باغشية خفيفة جدا كده اللي احنا بسميها اللحم يعني دهون وحاجات بتغطي ايه الغضاريف والعظم فبتدي الشكل النهائي للانف والجلد بقى اللي بيغطي الكلام ده اما جلد رقيق اما جلد سميك على حسب بقى فيه فتحات واسعة فتحات صغيرة كل ده بقى بيدي شكل للانف مختلف من واحد للتاني من واحدة للتانية فما بينفعش دايما كله لعم لما يكون جزء اللحم كبير لازم يكون اللي شيله الغضاريف كبيرة شوية غضاريف سميكة شوية طويلة شوية ما بينفعش الجزء اللحم يبقى كبير ويبقى تحتيه غضاريف رفيع هتاخده تنزل وحيبقى شكلها مش حلو لكن لو جزء اللحم قليل نقدر نرفع الغضاريف ونقدر نخليها شكلها يعني عشان نعرف بقى تفاصيل شكل الانف من جوة وتكوينها وايه طرق العمليات اللي هنعملها خلينا نتفرج على الفيديو ده ونتكلم عليه بعد كده بالتفاصيل على ايه اللي هيحصل دي يعني احنا بنتكلم عليها جراحات الانف بشكل عام ودي منظر العام ونحن نشوف بقى مين الناس اللي دايما محتاجة تعمل عمليات جراحة الانف لان هي في ناس كتيرة بتبقى محتاجة لما نشوف دي الانف المعكوف او اللي نازل اللي تحت او طويلة خالص او شكلها طويل او في اعوجاج في الحجز الانفي وده حيبوني شايفين اعوجاج في الحجز الانفي يخلي فتحة اكبر من فتحة شكل الانف مش حلو من تحت ودي الطريقة اللي احنا بنعملها بقى ازاي بقى ايه اللي حصل عشان نعمل الكلام ده هو ده اللي هنخش عليه ونفرج عليه في الفيديو دي طريقة فتح الانف بنفتح الفتحات الانف عشان كده جراحات الانف كلها جراحات مش محدش بيشوفها لو بس فتحنا من جوه دي اسمها closed method ولو فتحنا الحتة اللي في النص دي اسمها open method وفي الحالتين ما حدش بنشوف تكوين الانف زي ما نشوف شايفين ده زوجين من الغضريف غضريف العلوية الغضريف السفلية والعظم الجزء اللي فوق وحنشوف دلوقتي وده من الجنب وعادين ده حنشوف بقى دلوقتي الغضريف الداخلية ده لو هنب لو هي عندها حاجة اللي هي الانف المعكوف طالعة بتبقى زايدة وغالبة بتبقى زايدة في الغضريف مش زايدة في العظام لكن ساعدة تبقى موجودة في العظام ده الحاجز الانف اللي في النص اللي احنا شايفينه هوك وده اللي بيخلي شكل الانف ده كده حتى اللي في النص اللي هي الوصلة اللي بتسميها الكولوميلة او الفاصل ما بين فتحات الانف العملية اما تتعامل ببنج موضعي اما ببنج كلي ببنج كلي في اغلب الاحيان افضل لان الناس بتبقى عصابها مجدودة جدا وتبقى قلقانة لكن في ناس لو عندها اسباب ممكن نعملها ببنج موضعي احنا نبنج المنطقة ببنج موضعي ونديها حاجة مهدقة او منومة كده معه ده احنا بنرسم هنا بنعرف شكل الانف قبل العملية هيبقى ازاي بنرسم تفاصيل كده صغيرة ولكن هنا حنشوف بقى ازاي نفتح الانف احنا قلنا بنفتح في النص زي ما احنا شايفين كده فتحة صغيرة وعدين نفتح من الداخل كلام ده كله ما بيبقاش باين يعني بعد الجراحة مفيش في عمليات الانف مفيش حاجة اسمها عملية حدبان او شكل العملية حدبان شايفين الفتحات كلها داخلية زي ما احنا حنوريكم حالا ازاي بتفتح من جوه ودي او الطريقة المغلقة بنفتح من جوه هنفتح هنشوف بقى المشكلة عندنا فيهين عندنا في الغضريف بنرفع الغضريف شوفتو رفعنا الغضريف لو هي مشكلة في الغضريف العريضة او لو مشكلة في الهمب او اللي هي في العضم او في الغضريف العلوية يعني خباك دي كل ده بتبين التفاصيل الوش ده الوش بعد العملية وده يعني دي شكل بقى عندها غضروف وعندها الهمب بنفتح الجزء العلوي للانف وخباك ونشيل حتة الغضروف الزيادة اللي هي فيها الهمب او فيها العكفة اللي موجودة في العزام وعندين نقفل الفتحات دي منفعش نسيبها تاني نقفل الفتحات دي لو محتاجين الانف عريض ولا حاجة محتاجين نقل حجم العرض اللي عضم بنعمل شوية كده كسر خفيف في العزام عشان نزبطها ونرجحها نعدلها تاني هنا بيوريك ازاي بنفس الدنيا خباك وبنوضح ازاي حنكسر الانف عشان لمين الانف كده كلها خالص بحيس انها ترجع لوضعها الطبيعي نشيل الجزء العلوي اللي موجود ده عشان يبقى ما عندهاش الانف المعكوف او نحدد التب بتاعتنا او اللي هي مقدمة الانف ونحط غضروف عشان نرفع الانف بشكل طبيعي يعني بعض الاحيان لو عندنا نقص في الغضروف او حاجة نقدر نجيب الغضروف من من مريضة خصوصا في الناس الافرقة بيبقى ساعات بنحتاج غضروف صغير من من الازن او من القفص الصدري لو هي حاجة بعد ما مخلص العملية بندخل حشوتين صغيرين عشان نمنع حدوث نزيف وعدي نحط الجبيرة الخارجية للانف والجبيرة الخارجية دي بتقعد تقريبا من خمس تيام لأسبوع على غاية لما الانف طبعا بيحصل الشيء التورم زرقان وحاجات كده في بعض الاحيان لكن الكلام ده بيختفي في خلال عشرة خمستاشر يوم بيختفي تماما ومبقاش في حاجة وبترجع الانف طبعا احنا بناخد ادوية في الفترة دي ومسكنات وادوية مانعة للتورم ومضادات حيوية اذا احتاجنا نفك بقى الشكل الاخير للرباط بعد اسبوع وبنحصل على نتيجتنا في خلال خمستاشر يوم بنحصل على تقريبا خمسة وتمانين تسعين في المية من نتيجة النهائية بعد خمستاشر يوم لكن طبعا كل يوم بتحسن عن اليوم اللي قبله دي قبله وبعد عشان نبقى متخيلين شكلنا والسيدة طبعا او الناس كلها اللي بتعمل عملية التجميل الانف في الاغلب العام بيكونوا احنا كده اتكلمنا على شكل العملية لكن اسئلة بقى كتير بتدور في شكل وفي وفي ادمغة الناس وهي بتعمل العملية واحنا الشكل الانف هتغير قد ايه بيقول بالزبط يا دكتور هل هتقلم كتير بعد العملية هل في قلم جامد هل في ورم هل في كتير جدا هعمل ايه همشي فص الناس ازاي هحس بالهوى ازاي ايه الالام اللي بعد العملية خلينا نتكلم ونقول ان عملية تجميل الانف هي عملية غير مؤلمة على وجه الاطلاق يعني فيش حاجة اسمها الالم مع تجميل الانف ليه الالم بيبقى حاجة بسيطة خالص عند الجروح وتبقى حاجة بسيطة خالص 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 ليه ما فيش الالم عند تشعر بالالم مش عشان احنا جراحين عزماء وابنشتغل بالسحر يعني لا هي قصة كلها ان المنطقة اللي احنا شغالين فيها ما فيهاش احساس بالالم يعني ما حدش بيحس بالاكل هو ماشي بطنه لان ما فيش احساس في هزي المنطقة في احساس بالدستنشن او بالضغط لكن ما فيش احساس بالالم فالانف ما فيهوش مناطق احساس بالالم في الحتة دي عشان كده الناس ما بيبقاش فيه الم بس بيبقى فيه مدايقة احنا بسميه او مش مبسوطة لان مع عمليات تجميل الانف في معظم الحالات بيحصل شوية زرقان وشوية ورم في المنطقة اللي تحت العين واللي حوالين الانف فتبقى فيه ضغط على العين والعين ها مدايقة جدا خصوصا اول اربعة وعشرين الى تمانية واربعين ساعة اللي هي الفترة اللي بنبقى حطين فيها حشوة جوه الانف عشان نوقف لو فيه اي نزيف لو فيه اي حاجة نوقفه الفترة دي الحقيقة بتبقى فترة مزعجة جدا للسيدات لكن احنا بنتكلم على اربعة وعشرين ساعة او تمانية واربعين ساعة حد اقصى بعد كده الحشوة دي بتزال وتبتدي تتنفس بشكل طبيعي وتمارس حياتها بشكل طبيعي الحشوات الجديدة كمان اللي احنا ابتدينا نستخدمها من فترات طويلة هي حشوات تسمح بالتنفس من الانف من حشوة وفتحين فيها من الداخل كده خرم صغير بحيس ان السيدة او الرجل حتى اللي عامل عملية تجميل انف ما يبقاش حاسس بالخنقة او بيتنفس من بقه او بيعم لا بيتنفس من الانف بشكل طبيعي وشكل طبيعي لانه دخول الهوى وخروجه بشكل طبيعي في ورم اه طبعا في اغلب الاحيان بيبقى في ورم الورم بيقعد من 10 ل 12 يوم 15 يوم حد اقصى الورم الكتير يعني يفضل بعد ما بنشيل بقى الحاجات وبنشيل الجبيرة والدنيا بتخلص بعد ال 12 يوم بيبقى فيه احساس بتزنيدة كده في الانف بتختفي بقى يوم بعد يوم لكن محدش بيشوفها يعني اللي بيحس بها دايما هو المريض نتيجة نهائية بعد 6 شهور اغلب دكاترة بتقول الكلام دي حقيقة ان النتيجة النهائية بتبقى بعد 6 شهور او اكتر لكن مش يعني مش هي دايما الحقيقة لان احنا بيبقى شوفنا تقريبا 85 إلى 90% من نتيجة بعد اول اسبوعين العشرة خمساشر في المية دي بقى اللي هي تبتدي بقى الورم يبتدي ينزل 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 ببطء شديد الى ان يختفي الورم تماما ودي السيدة او الرجل هيحس بيها اول ما يلاقي الانف بقت طرية وبقت مفيش فيها حتة نشفة او محجرة ده بياخد له تقريبا في حدود 6 شهور احنا معانا صور كده عشان نشوف برضو العمليات قبل وبعد بيبقى شكل الناس ازاي ده ما احنا شايفين دي انف معكوف وطويل ونازل لتحت بس الصورة في الستريتشت شوية على 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 الشاشة لكن هي يعني ارفع وكده عشان توضح لك التفاصيل لكن هنا خلاص العكفة اختفت لو احنا شايفين دي على الشمال قبل وعليمين بعد والانف رجعت لورا وفتحت تساوت وكمان الانف ارتفعت لفوق سنة صغيرة بحيس انها بقى شكلها طبيعي اللي بعدها بعد ازاي زي ما احنا شايفين برضو قبل وبعد الانف هنا كانت حجما كبيرة ومفيش فيها يعني اللحم فيها زيادة هنلاقي في الجزء التحتاني للانف الدنيا اختفت خالص الجزء اللي في النص اللي نازل اللي تحت هطلع لفوق الزاوية قلت ويبقى شكلها مناسب اكتر على السيدة يعني فيه ناس كتير ما تقدرش تاخد الفرق الواضح في السيدة دي لكن السيدة دي من الناس اللي انبسست جدا بعد اجراء اجراح بعدها بعد اذنك هنا بقى زي ما بنقول لازم نشوف الانف المسلس شوف هنا المشكلة الرئيسية في السيدة دي ان هي كان الانف عريض من تحت هنلاقي المقدمة الانف مربعة على ناحية الشمال وبقت مسلسة على الناحية المين مشكلة دايما كان انها حاسة مناخرها عريضة جدا مش عارفة تلمها هتحاس ان الفتحات واسعة شكلها مبططة كده فشكلها ما كانش لطيف خالص عشان كده احنا خدنا الزاوية من تحت او نوريكو الزاوية من تحت لكن لما اتزبطت الانف وبقى زبطنا المقدمة خلينا شكل الانف مسلس ما هواش مربع زي على الفتحة الشمال بعدها بعد اذنك دي دي سيدة كان عندها مشكلة نتجة عن حادث يعني او درب يعني فكانت الانف الحقيقة معوجة واضحة جدا على ناحية الشمال وعريضة في نفس الوقت لكن احنا حصلنا على انف مدبب واضح تفاصيل واضحة جدا على ناحية اليمين وبقى رفيع وبقى مناسب على الوج لبعدها اه انه الصورة طايرة شوية فمش هنعرف نشوف الفرق بين الاتنين لكن الراجل ده طبعا ده واضح خد يعني الانف المعكوف العنيب جدا ورجعناه وزبطنا مقاساته طول الفضيع اللي كان موجود فيه قل كتير والنزول اللي تحت اختفع لفوق والانف تحسن شكلا وموضوع بعد وبعد اذنك بعد طيب الصور طيب خلاص كفائي زي ما شفنا ده اشكال قبل وبعد الحقيقة الصور ساعات بتغنيك عن شرح كتير وعن وصف كتير للعمليات لانك بتشوف ايه اللي حصل في الانف دي ايه اللي حصل في الشكل ده يعني ودي مشكلة يعني الناس دايما بتبقى عايزة تشوف تشوف فرق تشوف وضوح تشوف حاجة فرقة من مكان للتاني بتبقى الدنيا اوضح اسهل في كل التفاصيل اللي احنا بس كنا عايزين نقوله يعني ودي حقيقة كويس ان في اغلب الاحيان بقى يبقى النسب كمان مش مزبوطة في الوش يعني كان فيه صور حقيقة يبدو ان انا سيتجيبها معايا اه صور ان ما عملناش حاجة في الانف يعني ستة جالي تقول لي انا عندي مشكلة في الانف فما عملناش اي حاجة في الانف خالص وحقلنا بس الخدود وزبطنا الدقن وزبطنا النسب بتاعت الوش بقت السيدة سعيدة جدا والناس كلها يعني انبسطت بها وتخيلت انها عملت عملية تجميل الانف لكن ما عملتهاش نيكي للجزء اللي دايما الناس بسألني عليه وهي تجميل الانف بدون جراح وده يعني اه كتير لان في ناس كتير تقدر تستفيد هم تقريبا عشرة في المية مسلا او خمسة شهر في المية من حالات تجميل الانف يعني انتم تخيلين النسبة قليلة خمسة شهر في المية لكن هي الحقيقة عدد الناس حيبقى كتير جدا هي النسبة قليلة بس عدد الناس كتير او اللي احنا وتخيلنا كل ميت سيدة عايزة تعمل تجميل الانف لو خمسة شهر منهم عمل تجميل الانف من غير ما عمله عملية فالنسبة كويسة جدا ان احنا نعملها صحيح مش هي النسبة الاجبر لكن فعلا تجميل الانف بدون جراحة امر وارد ونعرف الانف بدون جراحة لو اللي احنا نسميه الانف الافتص بس يكون خفيف شوية ما بقاش افتص قوي يعني ما بقاش افريكان قوي لكن الافتص شوية ممكن تستفيد من تجميل الانف بدون جراحة لو الفتحات الانف واسعة شوية وعايزة تقل شوية تقدر تستفيد بتجميل الانف بدون جراحة لو المشكلة بس ان الانف نزل تحت شوية عايزة تطلع لفوق تقدر تستفيد بعمليات تجميل بدون جراحة لو في عندها همب او اللي هو العكفة بس يعني او عدمة زيادة بس العدمة زيادة دي مهاش كبيرة دي صغيرة يعني من الدنيا مش واضحة قوي تقدر تستفيد بالتجميل الانف بدون جراحة ازاي نعمل تجميل الانف بدون جراحة في طريقتين الطريقة الاولانية اللي هي الفيلرز ودي من اشهر وانجح الطرق في تجميل الانف إن إحنا بنحقن فيلر بنخلي الفلر ده في الأنف من تحت بيزود تخانة صلابة الجزء الأسفل الأنف فبيرفع الأنف الفوق حاجة هي ليه علاقة بالفيزيكس شوية أو ليه علاقة بالفيزيكس لما بتزود دعامة كده لكنك لو أنت عندك خيمة لو الخيمة دي الوتد اللي في النص ده يعني ضعيف مش هيعرف يرفع الخيمة كويس لكن لو حبيت ترفع الخيمة أكتر تقدر تزود الوتد اللي في النص ده هتلاقيه ارتفعت وتشدت بشكل أحسن هي نفس الفكرة بتاعة الفيلرز أو المواد المالية وساعة بتبقى حاجة اسمها زي الغضروف الصناعي كده مواد فيلرز ثقيلة جداً أو يعني الكسافة بتاعتها عالية جداً فتقدر تشيل الأنف من تحت وترفع الأنف نحقن الأنف في الحتة دي فنقدر نرفع الأنف لفوق دي دي حاجة من الحاجات الأسئلة طبعاً في حاجات كتيرة على تجميل الأنف بدون جراحة هنتكلم عليها ولكن بعد هذا الفصل أهلاً وسهلاً بيكو في الجزء الأخير من حلقتنا النهاردة وإحنا لسه بنتكلم على عملات تجميل الأنف واتكلمنا في الجزء الأخير اللي إحنا فيه دي الوقت إحنا بتادينا نتكلم على تجميل الأنف بدون جراحة وقلنا إن إحنا الفيلرز أو المواد المالئة من الحاجات الناجحة جداً نقدر نعالج بيها الأنف المعكوف لو حاجة صغيرة أو لو الأنف الأفتس برضو لو حاجة صغيرة ما هيش حاجة قوية جداً نقدر نزود الشكل الخارجي ونقدر نرفع الأنف لفوق كمان فيه طريقة من الطرق اللطيفة جداً اسمها البايو بلاستي أو دي اختراحها مجموعة من البرازيليين نقدر نستخدم فيها الخيوط الفرنسية أو الخيوط اللي بنشد بيها الواجه نقدر نستخدمها في الأنف كمان نقدر نستخدمها في الأنف دي من الحاجات المفيدة جداً نقدر نلم بيها فتحات الأنف من غير ما نعمل عمليات جراحية نخليها أصغر شوية أو ملمومة أكتر نقدر نرفع بيها الأنف الفوق لو في مشكلة في نزول الأنف التحت نرفع الأنف كده نخليها شكلها ألطف بكتير خلوا بالكم برضو عشان أنا قلت الكلام ده ولسه حقوله العمليات تجميل الأنف بدون جراحة لا يتمثل أكتر من عشرة لخمستاشر في المائة من عمليات تجميل الأنف فالناس كتيرة تيجي تتجيلي في المستشفى تقول لي حضراتك قلت في التلفزيون تجميل الأنف بدون جراحة نحن نتكلم تجميل الأنف بدون جراحة لما يصلح له ومش لكل الناس يعني مش كل الحالات ينفع يعني لو أنف عريض مثلاً حرفعه إزاي مستحيل خبارك خصوصاً لو كان مشكلة في العظم مثلاً لو كان مشكلة في الغطريف هنعمل فيه إيه ده فيه يعني فيه تشو أو فيه يعني نسيج موجود زائد مش هينفع نخفيه يعني لكن لو الموضوع له علاقة بالحركة أو لو عايزين نزود النسيج نعرف نزوده نعرف نزوده بدون جراحة زي في الأنف الأفتس لو حطينا أنبول فيلر في النص بتاع الأنف الأنف حتى أعلى وهيبقى شكلها إلى حد جبير مثلث من الحاجات اللي مهمة جداً بعد العمليات الأنف ناخد بالنا منها إن إحنا ما نتخبطش في العملية نسيب الجبيرة لوقت العظم بيبقى والغضري في الدنيا بتبقى لسه هشة كده يعني لسه الدنيا ما التقمتش خصوصاً كمان ناس كتير قوي بعد ما فكت جبيرة بأسبوع وقعدين يحصل ورم شوية صغيرين في الأنف لك لا لا أنا مناخينا رجعت زي الأول إزاي يا ستة كل لحنا رجعت زي الأول بس هي إحنا شلنا منها حاجات ما نستعجلش النتائج في بعض السيدات وبعض الرجال في ناس يعني طبعتها شوية الورم عندها ما بيصرفش بشكل طبيعي يعني إحنا في ناس كتيرة تلاقي الورم بياخد وقت طويل جداً قبل ما يصرف في ناس الورم بيصرف فيها بسرعة شديدة جداً في ناس الزرقان بيقعد فترة أطول من ناس يعني إحنا بشر مختلفين عن بعض اللي إحنا بنقوله في البرامج أو بنقوله وبنشرحه هو دايباً النسبة المقاوية يعني الأغلب المينستريم زي ما بيقوله لو إحنا فيه مئة نفر فيه تمانين منهم بيمشوا في اتجاه لكن فيه عشرين عشرة بيمشوا بسرعة قوي وعشرة بيمشوا بالراحة قوي لكن إحنا لما بنتكلم فيه برامج التوعية الصحية زي برنامج العيادة والأشهر في الشرق الأوسط يعني بنتكلم على النسب المقاوية والأغلب الأعمل لكن طبعاً لكل ناس فيه يعني فيه ناس حقيقة جسمها ما بيتخلص من الورم إلا بعد فترة طويلة جداً من الزمان وبك لازم السيدة دي أو الرجل ده بيبقى عارف نفسه بيبقى عارف إنه هو الجرح بتاعهم ما بيلحمش بسرعة دايماً بيسيب أثر فترة أطول دايماً عنده مشكلة لما إيده بتورى من خبطة من بتاعها بتقعد مزرقة أربع خمس أسابيع لكن فيه ناس مجرد تلات أربع تيام والدنيا بتختفي ففيه ناس كده وفيه ناس كده لكن يعني مش كل الناس زي بعضها يعني لازم نبقى متخيلين إن إحنا أكسامنا رد فعلها مختلف من ناحية تاني مين يعمل عملية جرحة التجميل؟ ده سؤال دايماً بتسئل أروح لدكتور أنفو أزن ولا أروح لدكتور جرحة التجميل ولا أروح لمين يعمل لعملية جرحة التجميل؟ الحقيقة نروح لللي بعرف يعملها يعني الموضوع أسهل مما تتخيله نروح لدكتور اللي شفتيه عمل لصحبتك أو عمل لأختك أو عمل لحد معرفتك حالة واثنين وتلاتة وشفناه وعرفناه نروح للدكتور المعروف عنه إن بيعمل عملية تجميل أنفو بشكل كويس يطلع بقى دكتور أنفو أزن يطلع دكتور جرحة تجميل؟ طبعاً بالنسبة لي أنا هتحيز لجرحة التجميل أكيد لكن هل ينفع دكتور أنفو أزن يعمل؟ طبعاً لو بيعرف ومشهور وبيعمل عملية تجميل أنف كتير ممكن نروح له لكن الأنسب والأفضل إن احنا ناخد استشاري جرحة تجميل ناخد مادام نادية معنا ألو ألو تفضلي مادام نادية السلام عليكم عليكم السلام يا ريت تعالي صوتك شوية أيوة أيو مادام نادية أنا عايزة أسأل حضرتك على على الأجهزة بتاعت اللي بتعمل بتعمل إيه يا فندم؟ يعني عايزة مثلاً هي الأجهزة دي بتعمل شد للبشرة تمام حاضر ستقول إيه تادي؟ ولو بتعمل شد للبشرة هل بتعمل حروق في الوش والواحد يصطر يقص في البيت أسبوع أو اثنين؟ حاضر حاني ولا في أجهزة في أجهزة حديثة إن أنا أقدر أعمل ويومين ثلاثة كده وأخرج عادي حاضر حاني نرد على حضرتك يا فندم حاضر أولاً مادام نادية نمرة واحد أنا يعني بستأذن حاليكم نسأليش على الجهاز نسألي على حاجة يعني السؤال غلط من أوله إن احنا نسأل على جهاز ناخد طيب تليفون وعدين نرد على كل تفضل تفضل ألو أيو السلام عليكم عليكم السلام الدكتور معي؟ إن شاء الله يا ستو كل إيه؟ إن شاء الله تفضلي طيب لو سمحت معرفش أنا بنتي كانت وقت فاتخبطت خطة جندة العدلة تفتحت تحت بقاه على طول يعني تحت بقاه على ده يعني بقت بشوية كده بعد بقاه بشوية فالعدلة تفتحت فاتخيطت وأربع طبقات تمام ألو خطة قطع حاول التسلي بينا تاني يا مصار طيب إحنا بس هنرد على مدام نادي الأول بنقول لها لو سمحت اسأليش على أجهزة اسألي على مشكلتك نتحلل إزاي يعني حريك عايزة تشدي وشك يبقى نسأل الدكتور حيقولك لكن الإجابة على السؤال لا حريك يعني شد الوش بالتراكشن ليزر نسبته قليلة جدا الشد بالتراكشن ليزر نسبته قليلة جدا ده بيعمل بيعمل طبقة خارجية لكننا نعمل تأشير بيحصل حروق آه بيحصل حروق هو التأشير سواء كان كيميائي أو بالليزر هو حرق مقنن إحنا بنحرق الطبقة الخارجية للجلد عشان تقع ونطلع الطبقة الداخلية بعدها الحرق المقنن ده حاجة كنترولد بتاخد قديه بقى قبل ما تختفي بتاخد من أسبوع لأسبوعين هل هو آمن؟ هو في أغلب الأحيان آمن إذا كان الدكتور كويس وموجود ومشكلته كويسة للأسف وقت الحلقة بتاعنا خلص بسرعة نرجو إن نكون قدرنا نفتكه في عمليات تجميل الأنف وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله كان معكم دكتور عمر رشاد استشاريك رحمة موسيقى 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 المترجم للقناة المترجم للقناة